في الإبل يذكر عن الأحد يقول أنا معي حلالي إبل رعي إبل هو ودخلت فيه وماني بعيد عن الخط يمكن كيلوين ثلاثة زي ما قال ابو البرحمن وعنده هو يقول وايت موية يقول أنا جاء الليل ونمت اللي صار في الليل صار في حادث قريب له شاحنة فيها الله يكلمكم أبقار بقر زين وتقلبت وجوك البقر كلهم اتجهوا لمكان الموية الوايت هو يقول يا مو أني أصبحت ولا الحلال حقي كلها بقر يقول أنا في حلم ولا في علم أنا اللي كنت بس ألكم عنه يقولون معلومة هل الإبل تجفل من الأبقار يقولون ترى والله أعلم أن الإبل إذا شافت البقرة تجفل أكيد أهل البل هم اللي يجيخلون من البقرة بس الإبل نفسه دائما أحس أنها للبل يعني لا يجفلون من البقار يعني لأن الفعلا هذي يقول أنا يقول فتحت عيوني ولا حلالي بقر على خابرة يا أبو عايض أبن والله أنا ما عمر شفت أبن وبقر حول بعض يعني لا ما يتستمعون فتحت عمار وأخوي سنت من السنين ربا لها عنده تمناقه وعنده بقر يجي هكذا الشايب قال أبو أحمد والله أنك ما تستحي لا تخاف من الله ولا تستحي من الخلق أفوأ ليش؟ كان وراه كان حل العطايا الله مع البقر قدام الناس على الشارع على الطريق الرئيسي قال وش فيها؟ قال توم اليوم الجمحة ما توحي الخطيب وش يقول أفلا ينظرون إلا لبل كيف خلقت قالت أنت بتحاجني فاطوة سورة بالقرآن سورة المقر يقطع البقرة ويقطع سورتها استغلت الله يقطع سورتها هو لبل سبحان الله هنا في سالفة سؤال فواحد هكلم في مجلس على لبل يقول لنا واحد يقول فالرملة هذي بعيد يعني اللي يمكن شهرين أو ثلاثة شهور ما جديرتي وربحة قاله وربحة ورمان روح كشته ومقناص وندور فلان ويسلم عليه ونشوفوا ش حواله يقول رسبوا سياراتهم ومزبتهم ومهم كل شي ودوروا ويتصيدون وعلى مهلهم يقول لهم المهم حصلوا يقول لهم جاءوا شعفا فنفرح فيهم فرحا ما بعدا يلا والستان السيام قال الحوار هذا ضيفتك أنا ما عندي قدور وما عندي استعداد 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 ما نأخذوه هنا بنا يذبحه وانت قدا سووا لنا قدا يقول الحوار الحيران وامهم فلية يقول الحوار يقول شطة هطة وقالهم سكوا الحوار واشتالوا وامهم وين فلية وان راح يقول لهم في الشجرة يقول تجي لها ثلاثة كيلو واربعة كيلو الله واكلا يقول هم يروحون للشجرة هم يذبحون الحوار وهم يصلخون وهم يطبخون هو بعد يابا 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 من البلقية التي يروح يتقدم معهم يقول يوم الملاجتماعة هي تجي تدور الحوار الله واكلا قال هو يتقعد تلفل باللف سبحان الله هانناقا تلفل باللف يقول تهدر مثل الجمل وتطربخ يقول تلفت قال ايسة ان الحوار مع البل ايسة قال هو يتطلع قال هو يتناظر قال لها تشوف السيارات متجمع هو العرب متجمعين يقول تجي لها ثلاثة كيلو قالوا ركضه واحدة ركضه واحدة يقول يوم جنتهم ووقفت عندهم قال يا راس الحوار طائح الله واكلا يطبخوا قال هو يتروح الراس الحوار ويتشم سبحانه ممكن القصة فيها شوي كدر لكن ما عليش ألبل قال هو تشم راس الحوار قال ترفع راسها قال هو يتبرك ويتنسده وموته وحده يقول هم يقوموا قالوا ها هذا الزيار هالي الله أعلم فيها ذبحنا نانقت رفيد زيان سبتنا والحين نبا نحوضك يا فلان قال لا تحوهون هذا شيء مكتوب والبل تسوي سيء عجب الله يقول عجب والله ألبل ألبل فيها الشيء غريبة عجيبة توردهم ملمة ترام توردهم ملمة وتدلهم الطرق مم لا ضعت انت في الليل لا ضعت مم والبل ما هيب جافلة يعني هذا لأ ألبل حيانا جي فيها جفال سبحان الله تكون شياطين فتجفل لكن إذا ألبل ما هيب جافلة ما فيها جفال وأنت ضعت يا راعيها بس تركب وخلها تسريك بس يمكن استحنه يقوله لكم أنا بجيبه بطريقة أخرى يقول ليش أهل البل يعني ما يحبذون البقر ولا يجبون طالي البقر ويستنقصون من أهل البقر أجب يا أبا عاي وش الجواب يبقى أحد عنده جواب أو في الوسم في الاشتاك أنا اللي يعرف عندنا كبادية أنه لألبل ما يحبون هلالغنم ليه الغنم الغنم لأن الغنم تأكل الأرض تدقى الأرض في الربيع ولبل سبحان الله تنتقي ومواطيها مات ما تضر الأرض الربيع فالأرض اللي يجيها غنم الغنم تأكل سبحان الله زي الله والإبل أما البقر والله ما عندي مقارنة في البقر بين البقر والبقر يلا تعطونا في الوسم ليش إن صحت المعلومة أهل الإبل ما يحبون الأبقار يمكن يكون في إجابة من الشباب في الوسم عندنا فاصل لكن بعدها إن شاء الله أيضا